نفذت عدد من أسلحة وواحدات قوات دفاع البحرين بمشاركة قيادة قوات درع الجزيرة المشتركة المرحلة الأولى من تمرين القيادات المشترك درع الخليج العربي التمرين يهدف إلى إعطاء الفرصة للقادة العسكريين لتوحيد الأسلوب العسكري بين القطاعات العسكرية المختلفة وحل بعض المعضلات نتيجة اختلاف التسليح يأتي هذا التمرين حرصا من قوات دفاع البحرين الدائم للتنسيق مع الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي لتدريب القادة وهيئات الركن في القيادات والذي يندرج ضمن إطار التعاون العسكري المشترك وتعتبر التمرين العسكرية البرية التعبوية سواء كانت جماعية أو ثنائية التجسيد العملي والحقيقي للتلاحم والتعاون العسكري الخليجي المشترك ومن هذا المنطلق تحرص قوات دفاع البحرين على مشاركة قوات المسلحة بدول مجلس التعاون في مختلف المناورات التعبوية والجماعية والتدريبات العسكرية الثنائية ويمثل تمرين درع الخليج العربي هدفا أساسيا لتقييم الجهازية القيادية للقوات البرية والاختبار القدرة العسكرية وحسن الأداء القتالي ذلك لأن المناورات التعبوية الميدانية تقترب من الظروف الطبيعية والأجواء الحقيقية ترجمة نانسي قنقر